نراك في بعض الأعمال التي كانت حالياً إنتاجات درامية رمضانية نراك مستقبلاً في بعض الأعمال ندوي وشوي على المغامرة التمثيل كيف أشجدك الفكرة تمتلي دالة وصراحة أنا اكتشفت أني عندي موهبة التمثيل مؤخراً أبداً ما كنت أفكر أنني شينهار سأخذ تجربة التمثيل سيخطف المستلسلات المغربية بالحق أول بروبوزيسون أنا كان جاتني باش نشارك في حد المسلسل كان مسلسل سوري اللي هو سميته الحرم لك قبل ما تشارك في المسلسل دي الحياة مع بسيسان بسيسكاش جاتني لابروبوزيسون موحد شركة دي الإنتاج ولكن هذا كل وقت رفضت العرض لحق الشروط ديال رفضت لابروبوزيسون لحق الشروط ديال العقد ما كانتش موالماني واخر حسب المعلومات ديالي الزالي الغناء وكتغنيه مزيانه ومده بشوية تغنيه لنا شي شي مقطع حصرياً في باتشوركة على رمضان جاوك عروض كذلك في الغناء ولكن خفتي ربما من هذا المشكل ديال العقد في شوية ديال احتكار ياك تماماً هو أنا من بعد ما شاركت في أحد المسابقة اللي هي كتابة المسابقة جمال جاوني بزر ديال العروض وبداية العروض اللي كان جاتني كانت في مجال الغناء في شركة الإنتاج تواصلوا معيها هذا كل وقت وسيخطو باش عارفوك أنا الصوت ديالي زوين كيف ما تقولوا هما داكوخ ولكن كان ديما العقد اللي كانوا كي يقدموا لي تيكونوا فيها واحد الشروط اللي أنا كان تنخاف منها وسيخطوك يكون واحد العقد ديال 8 سنين ولا 10 سنين تنقول لها بزاف ما يمكنش أكيد بزاف نتكلموا على تمثيل ونبقوا في المجال ديال الدراما أو لتادي الكوميديا ندوم شوية على المسلسل ديال الحياة كيفاش بدأت هاد تجريبة ودولينات على الأجواء ديال الصوار مستلسل حياة كان أول تجريبة فعلية ليا في مجال التنطيل وسعيدة جدا بهذا العمل اللي شاركت فيه مع تيسام تيسكات وكان وجرها تحية من هاد البلاتو وأيضا مع المخرج عادي الفاضيلي تجريبة كانت زوينة واخر كنت خايفة شوية صراحة لأنه أول مرة كنت غنوقف على الكاميرا ونمثل ونقرأ سكريبت وخصي نحفظ السكريبت وكنا نعود المشهد مرة وجوج كانت تأقلم صراحة ولقيت مساعدة من ابتسام تجي أيضا من عادي الفاضيلي تجي من الكاملة كنت تعلمت من هذه الجزربة بحكم هي أول وأبرز جزربة اللي بديتي فيها في الدراما أو اللي تمثل في المغرب كنت تعلمتي؟ تعلمتي للوقفة قدام الكاميرا تعلمتي كيفاش تعطي له تكست ديالك تعلمتي تعطي للموسيون دويلينا شوية قربين من الشباب اللي بغني وليهم ممتلين وممتلات ممكن نعطاهم شي معلومة اللي تفيدهم داكو أنا دائما تقول لأي واحد عنده موهبة ضروري مخصو يطور منها والتطوير ديال الموهبة يجي عن طريق مثلا إذا نقوله مجال تمثيل خصوص دروري واحد يدخل يقرأ المسرح يدير دورات تمثيلية باش ديك الموهبة ديالو تكبر عنده داكو تجربة ديالي في حياة إلا تسولني أو سولتيني قشنو تعلمت قد نقول لك تعلمت أنا نتقبل نصيحة تعلمت الصبر لأنو 12 ساعة ديالتوناج مشي سهلة أنك تتصور مشهدو تعاودو تعلمت أيضا مهم بزيف ديالحوي صراحة بزيف ديالأدواج بزيف ديالتقنيات